في السنوات الماضية شكلت قضايا الإرهاب والتطرف واحدة من أهم الملفات التي انشغلت بها الطبق السياسي في فرنسا ووسط الأراء المختلفة داخل البرلمان وبعد أشهر من الجدل تبنى البرلمان قانون ترسيخ احترام مبادئ الجمهورية في يوليو 2021 ويتضمن مشروع القانون عدة طمضامين منها التعليم المنزلي الذي يضمن تجنيب التلاميذ تلقي العلوم المتطرفة عبر آبائهم في المنازل إلا في ظروف صحية معينة تقتضي ذلك مع التجديد على ضمان تفاعل التلاميذ مع منهج التعليم الرسمي الفرنسي وأولى مشرع القانون أهمية كبيرة لفكرة نشر معلومات عبر الانترنت تتعلق بالكراهية والعنف والتشدد وشددوا على عقوبة من يقوم بذلك عبر السجن لسنوات وغرامات مادية كبيرة لتسببها بتعريض حياة البعض للخطر وانطلاقا من فكرة عكاس التطرف الدين على شكل عنف في المجتمع حرص مشرع القانون على تعزيز الرقابة على أماكن العبادة الخاضعة في عمومها لقانون الجمعيات لعام 1901 ومن باب الحرص أيضا ألزم مشروع القانون كل جمعية ترغب في الحصول على إعانة حكومية أن توقع على عقد الالتزام الجمهوري الذي من خلاله تعلن امتثالها لمبادئ الجمهورية وعدم القيام بما من شأنه المساس بالصفة العلمانية للدولة والحفاظ على النظام العام ولم يرد في المشروع ذكر أئمة المساجد غير أن الحديث حولهم تردد باستمرار من خلال التأكيد على ضرورة ضمان تأهيلهم دينيا في المؤسسات الفرنسية فالأئمة المستقدمون من الخارج كانت فرنسا تنسق بشأنهم مع سفارات دولهم وأثر مشروع القانون الكثير من الجدل لتبقى الغايات الأكثر أهمية له تتطابق مع تسميته ترسيخ احترام مبادئ الجمهورية